اشتركوا في القناة بحلقة اليوم بيكتب قصة بغنية وبيلحن هالقصة ليرقصنا ويبكينا ويضحكنا شكل علامة فرقة بجرقة المواضيع يلي اختارها ودخل عالم الغناء من بابه الخاص هو مصير للجدل بكل تصريحاته نرحب سوا بالكاتب والملحن والفنان فارس اسكندر هاي فارس كيف حالك؟ طبعا؟ فارس يعني صرنا منعرف عنك المصير للجدل ليه؟ ليه ارتبطت هالكلمة باسمك؟ والله ما بعرف يعني يعني غير قصد ما بعرف ممكن لانه جريء بارائي يمكن فاجئ الناس بردات فعلي حقاني كل ما تيقوله على السطح ممساق بقد ما فيه دبلوماسيين وقد ما فيه عالم تتلون عالم تعودت انه صار اللي ينافر هو اللي بيكون بيحكي الحق بينما صار المجاملة الكمبلومونات والكاثر هو الاساس انت بتصريحاتك معقولة مثلا تتناقض مع مهنتك انه انت اليوم انه لا ما تاخده منه حاكة عفلام او ما تقربه صوته جاب صيرة هالموضوع بجوز صارت معك هلأ يعني ما بيوصلني يعني فاستو فاستو الحديث ولكن انا بحرفتي بحنكتي بعرف انه شو عم بصير بالكواليس تجاهي انا هذا الشي ما بيخليك تغير من لا لا هلأ بدك تغير بعد حرزاي صار لعشرين سنة بالمجال لا هايدي طبيعتي وما رح غيرها كلمة الحديث هذا اوقات يعني بتروح وراء يعني مثلا اي موضوع علق شائك شو مكان يشدار الصوت اي شي بصير دغني منشوف فارس طلع على السوشيال ميديا وعمل رديع الشاعر تحديدا لانه انا بالاساس شاعر الشاعر بدي كون ابن ساعد و بدي كون يعرف كيف يرائب شو عم يصير حوله ويطلع يقول زمان شو عراء الزجل الكبار اللي كانوا قبل كانوا على المنبر اذا صار اي حادثة قدامهم اذا بنت لابسة فسطار احمر اذا مناسبة عيد او شي دغري يستغلها ويقول الكلمة لانه الناس بتحب بتحب تسمع شي خاصه بالواقع فورا بس عم تلاقي تفاعل من الناس حتى في فترة اللي بلشت تقول الاسماء ما ده الاسم ما انبعتش اك بيتي لحقوني على البيت والاكشار يدقل شخصيات بالبلد يمكن انا بحلم سلم عليها هذا اللي يقول لك عيد ميلاد بنتي هذا اللي يقول لك مرتي هذا اللي يقول لك خيي كيف بلشت معك انت هيك كنا السهرانين عند ابو فارس وعدينا هيك قاعدة عائلية الاصحاب وكذا والجو والعام وعم نغني امت انا بلشي طلع الريت وبلشت الكومنتات علوشي شربولي اقتراحات اسماء ايه بلشت اسماء ومن كل الاطياف عرفت جيد قالت انا يا صبي كافة وبلشنا بس مشيت فيها منيح مشيت فيها فترة بس وجعتلي راسي معقولي وصل واحدة اسمها اسعاف طب شو بدي قيلها الاسعاب اهوان شي الاسعاف شي سيارة اسعاف داك اللحن بيطلع عبن الكلام طيب انت الكلام عندك انت بس انت حكيت عن مواضيع ستوري يعني اذا كان احكيت عن الابوة عن الامومة حكيت عن الزواج حكيت عن كل المواضيع تقريبا بالحياة صارتك انه قصة هيدا اسلوبك نعرف بين هيدا الاسلوب والاغاني الربحية اذا بدك الكميرشل مية بالمية اغاني السوق وين انت اكتر هلأ لكن في اغاني عملتها كوميرشل انا بعرف انه هي كوميرشل بس فيها تاتش طبع فارس يعني لازم يكون في روح يعني انا حتى الاغاني الكميرشل مش مع انه بس يخلص دعمة او انه تكون موسمية مثلا الغنية نزلت بشهر قاب قاب الجاي خلاص صارت ديمو دي لا لازم تضل تعيش ضلت تداول يعني كلاما ولحنا كلاما ولحنا يعني انه مثلا انا بعتبر انه في بعض الاغاني مثلا قدمتها مثلا لبن ميكي بوردي براسه بخارتشفة غنية كوميرشل وغنية شعبية وما فيها الموضوع هي موضوع غيري يعني ما فيها الموضوع العميق اذا بديك لكن الاغاني عايش الهلأ ايه اكيد هذا قصد انه مش بدي اعمل غنية كوميرشل غيرت الرجل الشرقي مش هي عايشة لا سبب لانه نحنا بمجتمع شرقي ومين ما كان بحس حاله معنا جمهورية قلبي جمهورية قلبي موضوع عميق ومتشعب اشكالية وضده معه وانه عمل المرأة شعلي كتير كانت هيدا عملت كمان ديبيت كتير كبير صحيح طب انت شو رأيك بهيدا الموضوع انت كتبته يعني انت معه انا انا معه انه ما تشتغل المرأة ايه بمجتمعنا نحنا مش بمجتمعات اللي برا رغم كل شيء اسمدت المرأة لانه مش هنا اما بينا يا كريستيل يعني هلأ بالنتيجة مش كل الناس بتقدر تنفذ هذا الشيء بس شئنا ما بينا انه ينظر للمرأة للأسف بعالمنا العربي على انه سلعة وينظر له على انه تستغل بشكلها تستغل بجسدها يعني مثلا انا اوقات كنت روعة جيم مثلا شوف الكوتش اللي عم يمرين عم يصور البنت اللي عم يمرينها معه حدا عم يصور عم يصور بطريقة انه انا ما برضاها مثلا على اختي على مرتي على انه بينا في استغلال لجسدها اللي يعرض هو تيجيب ريت فيديوز اللي عنده يضربوا يروحوا بيرل تيقدر يجيب زباين فهمت كيف؟ هيدا الشيء انت عم بتقلي هي عم تتمرن بنت عم تتمرن طب يعني هيدا الشيء مشكلة فيه ولا مية بالمية النظرة يعني هو يعني هي عم تتمرن يعني حتى لو مش عم تشتغل طبعا طبعا هي اذا عم تتمرن هيك اه فكيف اذا عم تشتغل يعني شوف اذا عم تشتغل مش بتكون اكتر عم تسقط اذا كيف اذا نزلت على ميدان الحياة اللي في ارجال واللي في مجادة ومفاوضة وزباين وطلع ونزل ومدرة ومشانك انا علاش فالأمور بكتير تجرد وكتير بساطة وصفت الوقع مثل ما هو لهك قلتلك بداية في حديثة انه جرقتي وعفويتي خسرتني طبعا خسرتني وتتهاجم على صراحة تقع حقيقتك واللي بهاجمك يمكن مطرح بمطرح من المطارح هو رأيه متر رأيك بس انه بهاجمك لأنه غالبيا رأيه متر رأيه لأنه لك في ناس بعرفهم انا اعلاميين فتت عبيوتهم بعد فترة صار في خبز وملح فتت عبيوتهم شفت ببيوتهم نفس عوايدة نفس عوايد اهلي شفت انه اهلون عندهم النخوة وعندهم الغيرة وما بيقبلوا بالغلط وبيلطيف وبينفعلوا بيشيروا بحطوا لما جيت حكيتوا العرض الواعي على ايما احنا هديك بالشغل احنا مضطرين انهاجمك تحتى نعمل السكوب تحتى حكون اياه علىنا علىنا بأنه كيف لا انه انا شو بدك فيني انا كاعلامي انا انت اللي عليك سبوت انا شغلتي طلع منك مش انت تطلع منك بطلع منك انهاجمك وانه ايه ايه للأسف فيني في صفحة صحافي صفرة كتير يعني مستغر بما تستعمل انت كتبت هذه المواضيع الشائكة اللي عم نحكي عليها وعملت دبيت لوالدك صحيح الفنان محمد اسكندر طب انت عملت له جدلية له ولا انه لأ الكاتب يعني لا انا عملت له طبعا جدلية اكيد بوقتها هي الحالة اللي صارت انه فارس بيكون ابنه لمحمد وخلعت عاطفة انه ابن والبيت والعالم بدا تشوف شو عملنا سوا يعني اكيدة هلأ في عالم تاخد الامور انه تعتبر المطرب هو ليك يعني لك كما قال مية من مية انه المطرب هو اللي ايه لده الكلام طبعا اكيد يا عنا انا بعدين فيه مطربين انه ولو الاغاني كلها الحلوة لبيت يعني ايه اغاني حلوة لبيت يعني هالأغاني ما بعتقد فيه فنان بيتجرق يغنيهم طب انت كيف كنت تقنع فيهم لوالدك يعني ما كنت اتشاور عنوية اصلا بدا الموضوع لانه انا بالنسبة لي انه شايفة ناش غير انصة شايفة ابو فارس قدى فترة طويلة يغني ع زوقه يعني يغني اللي هو بحسه جبليته الضيعة الكذا المواضيع اللي يعالج حتى الحب بطريقة ضيعجية يمكن كريمال هيك بمطرح من مطارح بطلت اغانيه يعني محط انظار او شي صارت العالم تعتبر انه بيغني يعني بس بدنا نسمع جبل جبلة بنسمع محمد اسكندر انا تجي مع اني بعرف امكاناته وبعرف قدراته وبعرف حضوره وبعرف انه شاعر ارتجاري كاركتار كاركتار بحد ذاته فانا قلت انه هيدا الزلمة بيقدر يقول ابعد من هيك بكتير لما اخترت ليبنيوكي بوردي براسه بخارتش فاردي اول غنية بالكامباك هو انصدم بالكلام يبتطلع فيك لا يتملو عياله وكذا انا عندي ولاد كيف بدي اقول الكاركتار قلت له بس غنى وساقفية وما بدي منك اشي هلا بس خلينا نشوف نحنا لورحه العالم دغري شربت منه لانه هيدا كاركتير وهيدا هو وبيجي مريد قلبي كمان كمية النجاح كانت بوقتها بظل ما في سوشال ميديا مرعبة كانت يعني وانا الحمدلله يعني بقدرة الله كسرت ما قولت انه الشاعر الغنائي باكستيج انه الشاعر الملحن عم بكيكي فترات قبل قبل كانت الكسات الناس تفتحوا تشيلوا وتكبهم الشباك الورقة شو مكتوب عليها مين كاتب مين ملحن يبعط لك الله ما حدا بيعرفهم من العالم اذا شايفهم على الطريق ما حدا بيعبرهم كما حدا بتشوف حدا أسلا ملحنين كانت نحنا انا كنت مقناو صغير افتح دايما الله يرحم وجور جويسر كانت ديزاينر يكتب الأسامي كلها سواء نفوت نقرأ نشوف كلمات نزار فرانسيس ألحان سامير صفير نعرف انه الغنية مثلا مهمة مثلا نشوف وليد ساعد صلاح الشرنوبي واو انا اهتم كتير بتا الموضوع هذا ما كان موجود بس صار في فارس اسكندر لانه انا مثل ما قلت بالأول مصير للجدل ولانه الحالة اللي خلقت بيني 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 بينيبنبيي لا العالم صار تتابع وتشوف حتى تقوله للمطرب اخد من فارس اسكندر بلا بس فتت انت بهيدا المجال وانه انت صرت عم تعمل اغاني خاصة صرت عم تعمل بتلاقي اوقات انه لأ انا احق ان اخد هالغنية من فلان لا 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 مش هكذا عندك هالانانية لا 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 ابدا ابدا بالعكس هيدا الانانية لو موجودة مش كانت ظهرت من عشرين سنة انا انا بقامن بالحياة انه ربنا بيعطي لكل شخص دوله وبيعطي لكل واحد موهدته وبيعطي لكل واحد مساحته بالحياة بس انت بتشوف الناس يعني قبل شوية انت لما حكيتيني على التليفون قلت لي بكيتني بالغنية ابني حلو على الرينج باك انا وقت غنات ابني حلو ما كان قصدي لا اعمل مطريب ولكن قصدي اعمل شي انا طلعت لأقول كلمتي عن جريمة المرفع وراحت الغنية فيرل بشكل مخيف مية بالمية طب هيدا الناس حستك انك حكيت باسمه وبصوتك صح يعني هي قبلتك يعني هي حاسة انه انت عندك هيدا المطرح مرحب فيك ايجا ترند الاسماء اللي حكيتي عنه قبل شوية كمان الناس كلها تفاعلت انه بدنا منك انت تتعلم انت بكل المطارح بتقدم اللي لازم تقدم مية بالمية بس انت هون عم تغني تحكي باسمه رجعت قصة ما حدا باله بالجنوب ببداية قزمة الحرب كمان اخدت فراحة فيرل هون ايجا هشام حايدا دوره هون طلع لي هشام ماي انجل فهشام ايجا وقتها شركة دي اناي بروداكشن برجاله تحية اللي هو عصر وقال لي فارس انت لازم لازم تغني بصوتك لازم تقدم تحكي مع الناس بطريقتك اللي بيحبوها وتقدم عمال انت بتشوف فارس فيها طبعا بتتشور بينه وبينه يعني اكيد وإكيب العمل وقررت اختي الخطوة بتجرد لانه انا بالنسبة لقلي انه خيي بيجي بقلك طب انت بتكتب خيي رسلت عطلحين طب انت بتكتب خيي شالله بلعب باسكت انت شو خسران اخد مرزقك اخد من قدامك اما بيجيك موزيعة بيجيك موزيعة مثلا فجأة هي قررت تكون موضل او بيجيك موضل بصيرت بتتغني او بيجي يعني كل انسان عنده هواية بداخله ليش بده يكبتها ليش بعدين يندم بعد عمر بس بيقلك ياريت عملت هاك لا لا هواية وموهبة موهبة ومقبولة من العالم القبول اهم من اي شي في عالم فنانين اللي لون عمره صولي وجولة كبيرة حطوا مصاري وشركات انتاج وكل نهار على تيفيات ما قبلتهم العالم ولا باي طريقة انا مش عمقول انه انا والله مقدم نفسي هلا بدي فايت بالكمبيتشن طبع شباك التذاكر لا بس انا لايكي حتى العالم اللي قواد بيهجموني بيرجع بعد فترة بل ايوان حاطين اغانية بس عم يسمعون بسر طب نحنا شو بدنا نسمع من معل شو بيك تسمعي منغني ملايكي يال اه كلهم ببلش ملايكي ما في مثل البدايات اسلك الحب الشايكي تظهر بالنهايات وكل مين بيعمل بأصله بمشاكل العشاء البلاء أصل لا تعمل مثله من نهاية أخلاقه يا رايح يا رايح لا تكتر الأبايح كنت بقلبي القصة كلها ما كنت واحد سايح في خبز وملح وعشري أجمل أيام بعمري إذا ناوي تحكي بضهري بضهري لا تخلي كلامك جاح الله أنا بحبك كتير هالغنية على فكرة وكتير سمعتها هلأ بدنا نروح لفقرية بكلمة يلا بهيد الفقرة بدي أسألك أسئلة بك جوابنا عليهم جاهز؟ جاهزين أكتر شي بيستفزك بالحياة ضحكك يعني البدك بس الدليفر يضيع حلو بموت بموت وبستكون جوعان لا وهو مش عارف المنطقة أبدا وأكتر شي بيستفزني مقال لي آه عرفت وهو مش عارف شي سيفا ما بتحبه بحالك التواضع الزيد أكبر مخاوفك العجز شي ما بتسيمح عليه الظلم أقرب شخص لقلك فارس بحياة بكلمة بحياة بكلمة زيارة غلطة عملتها ما بتعيدها عطاية عالم أكتر من حجمه أكتر من كلمة يا فارس نفختهم حلو نفختهم نفختهم نقطة ضعفك عيلتي أهم إنجاز بحياتك تجواص لبنت اللي بحبه كلمة بتختصر فيها والدك بتجرع سي شوان تسمعنا لقلو أبو فارس والرمل ما ينعجين والرمل ما ينعجين والله والشوك ما ينداس والسر ما ينعطى يا عمي عجل إلا لناس وناس ومين الشاغ البالك كريستاليا صغيرة ومين الشاغ البالك كريستاليا صغيرة يا بتحكي لي لحالك يا بتحكي لي لحالك يا بسأل كل الجيرة يا بسأل كل الجيرة يعني عن جد عن جد هيدول الأغاني ما بيموتوا أبدا عهيدا الغنية رح نطلع عبرك ونكفح يلا نكفح حلقتنا بهايكي فاكسافا مع ضيفنا فارس اسكندر نرجع من قول المثير للجدل نفسي يكون مصير بس بدون الجدل ما زبطت معاك خلينا الجدل لا مصير للجدل وبالمنح وبالسكوبات الحمد لله كتبت مثل ما قلنا مواضيع جريئة غنات مواضيع جريئة حكيت تصريحات جريئة بس أنت كتير بيقولوا أنك منحاز للرجل وللمجتمع الذكوري كتير يعني أكتر من لزوم يعني حتى لما غنات مثلا سيء السمعة كأنك بمطرح معين كنت عم بتبرر لأنه أوقات الرجل حتى لما بيكون سيء بيكون سيء لأنه فيه غلط من قبل المرأة أو حتى لما بيكون عنيف بيكون فيه غلط من قبل المرأة بعرف شاعر صاحبنا كاتب أكتر ناس عارفوا الصح إن اللي عملوا غلط إذا بتعرفيه سليلاش كاتب سيء السمعة لا عن جد بدي أسألك هيدا السؤال لأنه أنا هاي الغنية مثلا بحسة بتختصر بمطرح معين إشية نحنا ممنعرف نقولها لا بسوق سمعة القلب أنه قلبي سيء السمعة أنه كتير كتير مارئ بتجارب وبخيانات وبقصص بس برضو هي طلعت سيئة مش هو لا لا أنا نقصدته كما هو المعنى بقلبي الشاعر أوكي قلبي سيء السمعة يعني قلب مغدور كتير مجروح كتير يعني آكل ضروبي كتير أوكي وإجت هاي دي القصة فات فيها وبعد أنه وعمل لأنه أنه نحنا عندنا الزرمي بيبكي بقلبه بس ما بتنزله دمعة أوكي كمان عم بيحكي عن طبع الرجولي اللي هو الزرمي الحقيقي اللي بيعز عليها تنزل دمعته فالموضوع بس تفوت بموضوع بدأت تسرد سرد واحد أوكي يعني بدألك بإطار رجولية هذا الزرمي وعنف وينه أوكي كانت لقوني بتشبهني وبتشبه حسان بنفس الوقت كأطباع وبتشبه كتير عالم على فكرة تشبه كتير لاش نحنا مثلا دائما بدنا نتوجه لأنه والله الميثالية أنه لا الميثالية ما هيك موجود لا هي حتى باللي قلته أنت رغم أنك قلت أنه قلبي سيء السمعة وأنه عاكله ضروبة وأنه بتقلها شو بتقلها قاسي وما منه طلع لا شو بتقلها لا بتقلها دموع شو خلاص انتهى موضوعك أوكي ما تبكي قبالي قوعك كافي دموع الكذب مسمومي تبقى 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 دموعك يعني لا خايف علي اعتماطموك لا هذا اللي أنا قصدي أنا قصدي بمواضيعك دايما بتناصر الرجل دايما بيضهره يعني نحنا اليوم ما كتير منسمع دايما بيقولوا لك الرجل هو سبب الخلافات سبب اللي لا انت كتير تدافع لا أنا عملت غني لانوال الزغبة مش رجولي منك تاخد مني روحي مش بطولي إنك تمشي فوقش روحي لا هذا موقع العادي بس ترك لي لا هيدا قمة المناصرة موقف طبعا أكيد ينتبه هذا الموضوع ما حدا حكي عنه بالتاريخ يعني ما حدا عمل ما تاخد مني ولادي لاش لأبو فارس عملت تاجينة نقولك مبروك تركتي عملتي حفلي واتبكتي هذا كل حفلة طلاق موجودة هلغني هلأ عم بتقلي إنه منك مناصر لا لا أنا مناصر مناصر بس أنا مني متحيز عرفت كيف أنا مناصر موضوعي أنا مناصر بحالة لما بينكسر قلب الرجل كمان لا يقل شأنا عن إنه نكسر قلب مرة الفرق إنه المرة بينزلوا دموعها وعشي بتجيب فروج وبتحتفل ما إذاكي اللي مشحر بتاخد معه مساحة القصة يعني بي آي دموع الشباب غالي برأيك بس هلأ نحنا بالمشتهى صار الرجل هو المظلوم أكتر من آي والله بحيات غلاوتك عندي والله العظيم والله بيلوه القلب أنا بشوف ناس يعني إنهم طلع فيهم هاك كيف يعني أنه خيي أنت أوكي لازم تقدم تنازلات تستمر الحياة بنتفهم قصة أنه بسي خيي كل واحد قلو دوره يعني ما فيك توصل لمرحلة أنت تصير ملغي وجودك ملغي كلمتك ما أنت أوقات بحاجة لعائلتك وبحاجة مجتمعك أن يكون عندك رأي أنك تكون ليدر توقف على قليلة اللي هي تقتضي بك هذا سببه شو قوة النساء هالفترة يعني إذا بدك قدمى فيه ناس عم بت لا شك مش كل النساء أنا قلتلهم كلمة قلتلهم المرحة الشرقية زكورية أكثر من الرجل وما حدا قل لي لا لأنه بس تحكى بتشوف هذا الشي يعني إذا خلفت صبي بتشوف حالها أنه هي جابت الباب الصبي الزكورية مطروحة بشكل رهيب بمجتمعنا اللي صار أنه الترند هي حقوق المرأة ترند ترند طبعا ترند يعني قداش أنت بتكون متفاهم لحقوق المرأة ودبلوماسي كذاب وبتعرف تعمل حالك أنك أنت كثير تقدس المرأة وتقدس رأي المرأة وانت كذاب بس عم تعرف تكذب وعم يصدقوك قد يمشي حالك يعني فيه لوبي عم يشتغل على عقول الناس حاطت المرأة قدامه أنه أنت عدوك هذا أنه أنت هون نحن بغزة هيدا نحن بغزة نحن بغزة نحن بغزة خربوا بيوت العالم تخلوا الناس تطلق بعد جمعة وجمعتان خربوا بيوت الناس إذا أنت حامل سلاحه وعمل سلاحه وعايشين تحت سقف واحد كيف أكنت رب وليل تعملوا عائلة حردوا العالم خلقوا بين الناس شرخ مخيف عم يمتدوا يمتد حتى بين الأطفال البنة صارت تحس خية عدوة ما بيصير هذا الإعلام وتغزية نحن هنا أصلا بعد نعلم الرجال والنساء ما بيكفل أديان وما بيكفل طوايف وما بيكفل مذهبية الياسة وكل شي رحمونا 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 بفتح أنا واطعة تيكتور بيطلع لك هونيك وحدة مطلقة ثلاث مرات وإياك تخلي خدي مصريات وقال الله ياخد روحك شو خدي يعني عرفت كيف الفكرة ورفوتي على حياتها أنا هودة بقلبهم دغري هودة اللايت كوتش دغري بشيلهم أنت بشو أفهم مني حبيبي أنت بشو أصحة مني كلنا بالمجتمع مرضى نفسيين أنت جاي النبي على الأرض هلأ روح نضاب روح نضاب أنت طولت لأخذت قرار الزواج والحمد لله هلأ في بيبي على الطريق إذا الله أراد خلاصة بستلامة الله يارب ليش يعني أمتى حسيت أنه أنا هلأ جاهز أخذ هيدا القرار لأنه أنت سميته بأغانيك حبس الحياة صحيح أنت بتقول عنه حبس الحياة لسدواج إي أنا أنا من يعني أعرأت واحد صاحبي اللي بدك تتجوز قلت له إيه قلت له ما في مبروك يا زلاني إيه زعلت قال لي نحن ما خسرنا لاعب خسرنا المدرب خسرنا الكوتش رجل كيف فأنا يعني من الناس اللي كتير يعني بخاف من أني أخسر حريتي لأني شخص كتير مزاجي وملأني شخص فنان فن أخذلي وقت مودي بتعرف كل الفنان كتير فأنا ما بتقبل أني أنا عيش وبكرة هكون رجل تأليدي هيدا رجل كلاسيكي طبع السنجري ما أجل هالأوين وطبع هدموت أنا ما فيني ما بتحمل هيدا قصة اللي نعمل كل شي كل نهارنا في السشي ونعيش بكوكعة أنه نحن عم الزلمة والمرأة والعيال حياة الروتينية ما نكمعها ما بتحملها لا بموضوع هبا أنا خدت القرار لمحط إرادتي وخلص حسيت أنه أنا بدي أكمل عمر أنا وياها وقلت لها لوالدتها قلت لها أنا بدي أكمل حياة أنا وهبا بما أنه عم نحكي عن الزواج وعن العيلة رح نروح لفكرية جاست رياكت بهذه الفكرة رح نحضر فيديو سوا ونعلق عليه سورنا أمحال في جوة بسرنا أمحال جيدة بتجوز روبو بتجوز حالة بتجوز جستر هايدي أمراض نفسية في مطارح يعني في شي دوري على صغرات بالحياة الماضية اللي صار معهم ايكلين مكسورين يعني ايكلين ضروبي فظيعة هلا أنا السيارة ايه ممكن اهل ممكن أنا السيارات ممكن اوصل معي أنا السيارتي يعني بقعد بتصبب عليها يعرفت كيف بقعد بغنجها بدللها كتير كتير يحب السيارات ايه بس انه مش لدرجة يتجوز السيارة بس انه اوكي فيك تقول امراض وفيك تقول هيك بس ما بتحس اوقات كمانا انه كتر الحريات وكتر السماح بانه كل شي مباح وكل شي عادي وكل شي انه كتر الملل 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 أنا كان عندي غنية بتقول مليت منك والملل أخطر من النسيان الملل شغلي كتير فظيعة بتطلع من الإنسان شغلات جنونية يعني واكيد في تجارب عملت سامعة فيها علماء عملوها يحطوا ناس بين أربع حيطان لمدة طويلة ويرقبون وصل للحار حتى يحطوا لهم أكسجين تا يضلوا ويعيين كل الوقت يشوفوا تأثير عدم النوم عليهم كتير اخبار فالملل والوحدة والأرق هذا نتيجة نتيجة لكل هذا البيع لوين بتحس انه واصلين والله كل ماله أسوأ يعني عم شوفه أنا كل ماله أسوأ وصرنا عايشين هيك كل وقت مسكين هالتليفون وعمل نتلقى 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 يعني أنا بتكبوا أوقات بس لأنه بدي أعطي المطرح اللي أنا بقدر أعطي فيه المجتمع اللي هو فني يعني عم بلتهي مثل عم تلتهي الناس بس إنه بمطرح أوكي بدي أعطي لفني وبيدي أعطي لعائلتي وبيدي أعطي وقتي بس بتحس كمان إذا ما كنت مواكب انت انتهيت ايه بعيدة ايه إنه بعيد بس في عالم اللي عم تعطي لعائلتها ولا عم تعطي لشغلة وبعيدة كل البعد خلاص رعني حياتي قدامها السكرين والعالم اللي ما اعتاشي من هالموضوع خلاص بالنسبة لها الحياة العادية انتهت مين مات مين عاش ما بينتبه هاي دي زيارة ابن العمي وتوفى خالد ما في مننا هاي دي خلاصي وانسمع منك غنيت الملأ الأخطر من خف حبك خف تفرق بين غمره وكاف وبنت خارسة عطيته فرصة ترجعك عصار خف حبك خاف تفرق بين غمره وكاف وبنت خارسة عطيته فرصة ترجعك عصار مليت منك والملال أخطر من النسيان كل المشاعر بالعكس لعبت معي دورة ما تخيلت حب العمر يطلع هايك إنسان متلك ما عنده بهدني لا هدف ولا ثورة خف حبك خف بتفرق بين غمره وكاف وبنت خارسة عطيته فرصة ترجعك عصار عصار الله فرصة في كتير أغاني حلمة مش أخدا حقه لك من الأسف ما هي ما بتكتمل العناصر دايما ويمكن يكون كل شيء اكتمل الظرف مناسب يعني مثلا أنا في عندي أغنية نزدد من 2006 لفنان فرص كرم عالهدا عالهدا نزدد بآلبوم ما رأيت الآلبوم ضرب فيه أغاني كتيرين عالهدا كانت عادية رجعت ضربت في 2021 عاتي كتوك صح انت صارت معك بغير على هذا بشي غنية مثلا ما كانت ما كانت أنه فيه أغاني كانت أنه عرضت على مطربين ما شافوها وضربت كتير مع مطربين تانيين عاد عضو عاد عضو بتصير كتير بيقولوا لك أنه مثلا إيه ياريتنا فيه ناس ما بيحطه ويقول لك مش ستيلي كانت هو بيكون حيموت يعني بس أنه بيقول لك ما كانت ستيلي بالأساس بس بتكسر فيه ناس بيينضم فيه ناس بيزعلهم بيقول لك أنه ما كانت هاك لما صمعتني وشمعتك يا عدربكي أنا عادين أنت كفنان لازم يكون عندك ملكة الاختيار في مطربين كتير ما بيعرفين أغاني كتير ملكة الاختيار لنك تعرف تشم الهت لو بدي يدقلك يا عطابلو السيارة يعني ليش دايما الفنان هو اللي لازم يختار مين لازم يختار يعني سؤالة ليش خي بتجيب ناس تنقيي لك تياب بتختار الأباطرة بيطرقاية التياب ليه بتروح بتجيب مخرج أبا دايلة صور لك كليب لأنك ما بتفهم بها الشغلة صح ليش بدك تعمل ديكور بيتك بتجيب أهم مهندس كمان ما بتفهم بشغل بس بيختيار الأغاني بتجي بتكون إذا أنت تارك بدك غني حزيني وإذا أنت مصاحب جديد يمكن لا يحسه لأنه الفنان إذا ما حصل غني يمكن ما بيقدر يقدي لك يا عم اليوم إذا أنت مطلب بتغني دبكي ما بيهل بقلك الروميس خير تجيني بتاك تغني الروميس لأنه الرومي مغروم اليوم آآ مشان أنه زاب طبعا هيك مشان كارولينا ما تزعل يعني عرفت كيف عرفت كيف ميا بلدي عصدي أنه يعني تاخد أراء ناس وفي فنانية على فكرة أكبار عندهم عالم تختار له يعني فيه ناس بالوسط الفن زوي أو اختارت أغاني لكباره النجوم وكانوا هن العرابين طبع الأغاني اللي ضربت بدون ما تعرف العالم عرفت كيف مثلا فيه توني سمعان توني سمعان من أهم الناس اللي بيختاروا الأغاني ويختار أوني تعبالي حبيبي شوفي أوني مثلا حرفته عنكته قداش يعني هاي دي نقطة بشهد له فيها وبعرف قداش مختارين لبتير فنانين والأغاني كسرت الأرض مثلا عبالي حبيبي طلع فارس اسكندر هيك أحساس هلقدي اتبدك أنسوا قد بعدي مش جاي بالدجداشة هاي دي قصة الدجداشة لحالة نا بس عزي نقول له اليالا يعرفوا ايه اللي ما بيعرف انه فارس كان معظوم لمحال فشو قالوا له تعا مثل ما انت بترتاح انه قاعدت عائلة فكيف جا فارس جيت بالدجداشة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خاف لا. بس كنت اكره. شو؟ الماثماتيك. اذا كنت بتقدر تحكي مع شخصية تاريخية واحدة. مين بتختار وشو بتقله؟ شخصية تاريخية واحدة؟ عدول فتلر. شو بتقولي؟ شو بتقله؟ بقول له ليش عملت هيك؟ يعني انه ليه ما... ليه ما كفيت عنه؟ لا لا ما بقول له هيك. شو؟ يعني رسخ لزعامي كتير مجد كبير يعني. بقول انه اللي بيعمل حروب مع الكل بيخسر. حلو الكلمة. اللي بيعمل حروب مع ناس كتير بيخسر. مع الكل بيخسر طبعا طبعا. اذا مشبور تخسر حاسة من حواسك. شو بتخسر ولاش؟ حاسة. ياه. الله لا يحرمها لحد ولا يحرمنا اياها. التزوق باش هيرخفف اكل شوية. هيدا انا كمان بدي اياها. اي اختراع كنت بتحب انت تكون مختراعه؟ اختراع سيارة. اذا فيك تغير شي بحياتك انت وصغير شو كنت بتغير؟ انه كانت الدراسة فرانسية بس. شو اغرب شيء؟ ألهمك لتكتب غنية؟ اغرب شيء. ابن اختي. كنت اول مرة بشوف بيبي كان اول بيبي بالعائلة مجد ابن ليلى اختي. وكان اللعبة طبعا العيلي يعني نحنا بتدور الفيت فيت وطلع طالع. فكان غفيان عم تغفيه امه. عملت غنية اسمها غافي. ويتشعر بدني كلمة كتبة كلمة. وابدي ابكي واعرق كثير تأثرت. غنية ميريان فارس. غنية ميريان فارس غافي صح. نهارب لانا اسمعها. شو اسخف سؤال بيسألوك يا صحفيين؟ شو جديدك؟ شو جديدك؟ او بيحطولي الصور. او بيحطولي الصور فلان ايه بقليلي بني بتحب اكثر. اذا بتوقف على المرأة هلأ. شو بتقله لفارس؟ بلو ضيعت شوية وقت. وعطيت اه وعطيت ناس اكتر من حجمها. وكنت حمار شوية ببعض الاماكن. خفف حمراني. طب اختصر حياتك بغنية. بغنية؟ والله ما في باليش غنية. لكن غني لنا غافي. غافي حبيبي غافي دخلك يا شفافي ما تحكي ولا حتى كلمي بتوعي. خافي يا ايدي خافي. شدي حبيبي علي شوي شوي وبقلبي خبي. هيدا اول ملاك عيونه بحضني نامه. يا ربي بترجاك اتمرقني بأحلامه. حتى يعرف شو عامل بقلبي غرامه. وهوا غافي. الله. بحبه عافيك را كتير هالخطيني. هالخطيني. هالخطيني من الاغاني اللي الخصوصية. تعنيه لأكمية بالمية. تحية لماسجودي. تحية لماسجودي. تحية لماسجودي. تحية لأبن اختي كمان ابن خي كمان اول حفيد بالعائلة وعمل نفس. الله ما زالك فتحتيها تحية لماسجودي ولا فروس. لا 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 كلهم. انا من اسم الله صارت عيني كبير. فارس الحلقة عن جد يعني نورتنا فيها. الله خليك. وتضحكنا وحكينا. شفت ما عنا نحنا. لا حكي عفلان ولا. والله شهادة للتاريخ. اول مرة بيجي عمقابلة. ما بتوقع شو لازم انساءها. لانه عن جد تعبنا من مقابلات السكوبات والاستغلال. وقلتلهم انا اياه. يا جماعة انتو عم تجوا وتعملوا مقابلة. انتو عم تخلصوا شغلكون وتعملوا بتقبضوا مع عاشاتكم. نحنا عم نعلق مع نصر الكرة الارضية. ما عاش فنان يدير بابنا. محدة يزل عنها. ايها الحق لم تترك لي صاحبا. نورتنا وبشكرك على هالخلقة. نورة بوجودك. وشكرا لإليك. وان شاء الله مستقبل باهر انت بهذا المجال. انا ان شاء الله متنبقلك هك بإذن الله. ستايلك الخير. يلا سلسي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.